اتذكر في ذاك اليوم أيضاً في حادث سيارة حقيقةً حصل لي وأنا في المرحلة الثانوية والسيارة حقيقةً هذه لم تكن لي أساساً كانت الواحد من الأخي الأكبر وزي ما تقول استعرتها من استعارة يعني فأردت أن أبرز فيها حقيقةً براعتي ومهارتي هذه السيارة ولكن كانت النتيجة ليست كارثية لهذه الدرجة بس أخذيت واحد من زملائي والسيارة حقيقةً هي أساساً نقول 240 الكلام هذا ما أبغى أنا أقول لكم عشان كم أمري بس هي كانت من السيارات التي تعتبر حقيقة الشباب وسريعة وخطيرة في نفس الوقت إذا لم يحصل واحد استخدامها لماذا أقول القصة هذه؟ القصة هذه لأني أنا لم أتسبب في الحادث هذا يعني اللي خلاني ولكنها بعد الحادث أذكر أني أنا فقط أني رحت عبي فيول في المحطة وكنت طالعاً من مدينة خمسة من شيئة إلى مدينة أبهى الحقيقة أنه في هذه اللحظة بالذات وأنا أطلع أبغى يعني في العادة أنه أخذ على يساري أشوف السيارة بتجي على يساري ولم أتفاجأ في لحظة حقيقة اللحظة قد تكون يعني لحظات جداً إلا سيارة قادمة من على يميني سيارة مخالفة وسيارة جمس سيارة قوية جداً ردة الفعل لي صارت في هذا الوقت أني أني هذا دست على الفرامل وزميلي على يميني ووقع يعني سبحان الله كأني فقط حديت شوية من الموقف وسارت ذي السيارة لا زالت في مخالفتها وحصل الحادث في ثواني والحمد لله سلم أخوي زميلي وبعدها أنا قاعدة تتذكر الموقف الذي صار أعاتب نفسي على هذا الحادث وإشي أقول للواد وإشي أقول لخوي والحادث صار شنيع حقيقة السيارة أنها انتهت حقيقة راحت لما يروح بالتشريح ولكن كانت الموقف بعدها كموقف صعب بالنسبة لي وجلست حقيقة بعدها أسبوع وأنا في تحت تأثير هذا الحادث ولكن هذه حوادث في حياتنا تعطيك أنك في الأخير لازم تتحمل المسؤولية من ناحية أي حوادث تحصل لك أي شيء عارض لك في حياتك وكل الأمور تبقى مدام أنك سلمت أو سلم الإنسان يبقى في الآخر بعد ذلك كلها تفاصيل في الموضوع اشتركوا في القناة